تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة نتناول في هذا البرنامج شرح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الرائع الماتع الجامع الصحيح نتناول هذه الأحاديث بشرح المفردات والمعاني ثم نبين أهم هذه الأحكام التي وردت في هذه الأحاديث ثم نذكر أهم الفوائد التي جاءت في هذه الأحاديث التي رواها الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى إخواني الكرام و أخوات الكريمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال كل معروف صدق أهلا و سهلا بكم أخواني الكرام و أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل و بعدا استمعنا لهذا الحديث و لا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب صحيح لإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى و هذا الحديث حديث جابر من عبد الله رضي الله عنه و أرضاه بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله بام كل معروف صدقه عن جابر من عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كل معروف صدقه أخواني الكرام أخوات الكريمات لا شك أن الإسلام دائما يحثنا على فعل الخيرات و الأعمال الصالحات و على كل معروف من المعاملة الحسنة من المعاملة الطيبة من الكلمة الطيبة من الابتسامة في وجوه الناس و قولوا للناس حسنة ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه و سلم أن كل معروف صدقه ما هو المعروف؟ المعروف هو ما تقبله الأنفس و من الأعمال الصالحات فالمعروف هو صدقه يكون صدقه على فاعله و له أجر عظيم و لكنه ليس من صدقة الأموال بل صدقة الأعمال الصالحة لذلك المعروف له أشياء كثيرة من الأعمال الصالحة و الأفعال الصالحة التي قد تكون هي من الصدقات من هذه الأعمال الصالحة أن تلقى أخاك بوجه طلق لما تشوف أخوك تبتسم فيه بعض الناس الآن من تشوفه معبس في وجهك دائما غضبان يعني ما أدري لماذا دائما معبس في وجهه و غضبان و يطالعك في نظرة يعني غير جيدة لذلك عندما تلقى أخاك بوجه طلق تسامة جميلة سبحان الله أنت تفرح و تأنس بهذه الافتسامة الجميلة و تشعر بالأمن و الأمان و نحن نوم يسلم عليك السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كيف حالك يا أخي فلان عساك بخير و أمورك طيبة فلا شك أن هذا ما حثنا عليه الإسلام البشاشة و الافتسامة و لا شك أن هذا يعني يحثنا على الأخوة و المحبة أيضا كما جاء في الحديث و أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك أي استقيت الماء من بئر و جاءك أخ مسلم على رأس البئر تعطيه من هذا الماء الآن في يعني عمل طيب يفعله بعض الشباب و بعض الناس يأخذ زجاجات الماء هذه و يزعها على الناس هذه قد تقوم مقام يعني يعني إفراق الماء من الدلو و لو أن الإفراق الماء من الدلو يأخذ وقت و غير ذلك لكن أيضا قال عندما تأخذ كرتون الماء هذا و تذهب كما نراه الآن يعني جزاه الخير أحد الجيران كل يوم أراه ما شاء الله على الشارع الرئيسي يضع ثلاجة ثلاجة صغيرة يعني تحفظ الماء وتحفظ الزجاجات العصير و غيرها فكل من يمشي في الطريق يقف و يأخذ له زجاجة ماء أو عصير أو مشروبات من هذه يعني البرادة و يوميا أرى هذا الشيء هناك أيضا من يأخذ كرتون ماء أو بعض الكاراتين فيقف في الشارع في السوق فيوزعها على العمال على الناس و الناس تدعو له بالخير بكل ابتسامة فلا شك أن هذا أجر عظيم هذا هذا من المعروف و هذا من الصدقة و المعروف قيل هو يعني ما ما عرف حسنه بالشرع و في المقابل المقابل المعروف و المنكر و قال الراغب المعروف اسم لكل ما عرف حسنه يعني بالشرع و العقل معا و الصدقة لها عكمها في الثواب و من فوائد هذا الحديث إخمان الكلام أخوات الكريمات أن المعروف يعني أمره واسع الكلام الطيب مساعدة الناس الإبتسامة البشاشة مساعدة المحتاجين كذلك في هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا دائما على أن نفعل الخير مهما كان هذا العمل و إنه لا يمغي للمسلم أن يحتقر عمل المعروف و لو كان بسيطا زجاجة هذه الماء قد يكون ثمنها ثلاثين فلس أو ربعين فلس أو خمسين فلس أو مئة فلس فلا تحتقر هذا العمل خصوصا عندما يكون الجوحار و أحيانا بعض الناس تجده عطشان بعض الناس تجده مريض فيحتاج إلى ماء أحيانا فأنت ربما تكون قد ساعدت بإعطاء هذا الماء بعض الناس تجده في مريض السكر مثلا يحتاج إلى عصير فأحيانا في السوق أو في الشارع تعطي هذا العصير فتنقذه وتساعده في هذا العلاج نسأل الله سبحانه وتعالى أنفقنا وإياكم لعمل الخيرات و العمال الصالحات و بذل المعروف من طلاقة الوج و من الابتسامة من الصدقة من مساعدة الناس من يعني بذل عمالنا التطوعية لوجه الله عز وجل لمساعدة كبار السن و ذوي الإعاقة و الأطفال و الصغار و الشباب كل ذلك يعني لا شك أنه من المعروف و يكون تصدق لك عند الله سبحانه وتعالى فلا تحتقى رأيها المسلم و عيتها المسلمة هذه الأعمال و جعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين متفرد بعد البخاري صح والقرآن ترجمة نانسي قنقر شكرا